هي ليست تظاهرات للمطالبة بالخدمات أو الحصول على فرص عمل بل هي ثورة لاسترجاع وطن سرق منذ أكثر من 16 عاما على أيدي الأحزاب التي استولت على السلطة ونهبت خيرات البلد باعتراف العديد من رموز النظام بداية هجينا بحماس كنا الريد نتقاسم الامتيازات وتقاسمنا الكعكة وكل واحد أخف كيكة وفرح بيها وعقود ومناقصات وكمشينات واستفادي هنا السياسيون أكدوا أنهم عمدوا إلى نشر الطائفية من أجل الحصول على المناصب في البلاد نحن القيادات السياسية والأحزاب عندما جئنا إلى العراق جئنا قيادات بدون قاعدة يعني حتى الاتخابات الأولى وأسخل طريق طائفي حتى اعترافات السياسيين على الملأ بسرقة المال العام لم تدفع القضاء لاتخاذ إجراءات لمحاسبتهم ومواجهتهم باعترافاتهم كل الطبقة السياسية سمر دواس إذا أكو واحد جوعاق بالشارع وإذا أكو طفل إينام بلاي أكل وإذا أكو عراقي يموت بلاي دوا السبب هي الطبقة السياسية المتواجد في المنطقة الخضراء كل ابتنا أخذ رشوية وليقول لك أنا ما أخذ مهما على شأنه يكتب وعلى ما يبدو فأن جميع السياسيين في الحكومات المتعاقبة تقصدوا عدم تقديم الخدمات للشعب خدمة لمصالحهم الشخصية مصالح السياسيين وأحزابهم لم تكن الدافع الوحيد لسرقة البلد بل إن تبعيتهم لأجندات خارجية كانت السبب الأكبر في ذلك يعني الحقيقة أقول بأن الحاج قاسم صنع الرجاع في العراق استطاع أن يوجد أبطالاً لربما لو أن الحاج قاسم لم يكن موجود ما ظهرت هذه الرجاع ولعل تصريحاتهم بعدم أهمية مصير العراق بالنسبة لهم خير دليل على ولااتهم الخارجية كنا مرتبين وضعنا وضع عوائلنا وإذا صارتاً بالشارع ابن الخايب راح يفعل ثمن حتى أخر نفس لهم يتشبثون بالسلطة لإدراكهم بأن مصيرهم مرتبط بوجودهم على رأسها إلا أن الشعب لن ينسى ما فعلوه ولا الدول التي خدموا مصالحها بحاجة لهم بعد أن ينتهي الغرض منهم وهي نهاية كل عميل لا يبحث إلا عن مصلحة حزبه وكتلته ويجد أن دوره في الحكومة هو فرصة لتأسيس مشروع خبير ترجمة نانسي قنقر